اشتركوا في القناة المقابلة تمثل بعض مميزتهما واحد يوجد خطأ في السياق ابحث عنه وصححه مع التعليل نين ألف حدد الفرق الموجود بين البترول والماء من خلال الوثائق با يحجز البترول في المكامل في الصخور الخازنة حدد أنواع الصخور الخازنة للبترول إذن سأركز بإذن الله تعالى في هذه السلسلة على أهم الأسئلة التي ستجدونها في مختلف التمرين وفي الفرور والانتحانات إذن نمرض العطالة للإجابة على السؤال الأول الخطأ الموجود في السياق هو أن الماء مورد مادني وليس طاقوي لأنه لا يحترق ولا يحرر طاقة نأتي الآن لإجراء مقارنة بين خصائص البترول والماء أول خاصية هي خاصية الاحتراق بالنسبة للماء لا يحترق أما البترول فيحترق لأنه من مصدر عضوي ويحتوي على عنصر الفحم بالنسبة للخاصية الثانية الطاقة الماء لا يحرر طاقة بينما البترول يحرر طاقة بالنسبة الكثافة الماء ثقيل بينما البترول أخف من الماء إذن كثافة البترول أقل من كثافة الماء نأتي الآن لآخر سؤال معنا وتحديد أنواع الصخور الخازنة للبترول البترول إما محبوس بواسطة فالق أو محبوس بواسطة طي أو محبوس بواسطة طبقة صخرية ملحية إذن هذه أنواع الصخور الخازنة للبترول والآن نمر دون إطالة للتمرين الثاني الذي اخترته لكم في هذه السلسلة تعتبر الجزائر من البلدان المنتجة للبترول 1- حدد منطقتين غنيتين بالبترول في الجزائر 2- سمي الصخور ألف با جيم 3- فسير بقاء البترول محبوسا في الصخور با 4- اشرح في بضعة أسطر كيفية تشكل البترول إذن المطلوب هنا كتابة فقر علمية وليس نص علمي إذن نمر دون إطالة للإجابة على هذه الأسئلة إذن من المناطق الغنية بالبترول في الجزائر نجد حاسم سعود بورغلا وعين أميناس بإليز نأتي الآن لتسمية الطبقات أو الصخور ألف با جيم الصخر ألف هو الصخرة الغطاء الصخر با هو صخر خازن والصخر جيم هي الصخرة الأمة 3- بقي البترول محبوسا في الصخر با وهو الصخر الخازن لأنه يتوضع بين طبقتين أو بين صخرتين كتيمتين غير نفوذتين وهما الصخرة الغطاء والصخرة الأمة نأتي الآن لآخر سؤال معنا وهو كيفية تشكل البترول يموت تشكل البترول بالمراحل التالية مرحلة الترسيب وفيها يحدث موت العوالق البحرية وطمرها ثانيا مرحلة التشكل حيث تتحلل العوالق البحرية بفعل البكيريا الهوائية وتتشكل قطرات البترول المرحلة الثالثة مرحلة الهجرة حيث يهاجر البترول عبر الصخور النفوذة ويحبس في الصخور الخازمة ونسمي المكان بمكمن البترول والآن نمر مباشرة للتمرين الثالث نقترح عليك مجموعة وثائق لها علاقة بمورد طبيعي التعليمات اقترح عنوانا لكل وثيقة من الوثائق التالية اثنان رد بالوثائق حسب تسلسلها الزمني ثلاثة اترح كيف تشكلت الأمواج الموضحة في الوثيقة رقم ثلاثة أربعة ما هي المعلومة التي يمكن استخلاصها من معطيات الوثيقة رقم ثنين حول هذا المورد إذن أسئلة أيضا متنوعة حول مورد البترول إذن نمر مباشرة للإجابة على تعليمات هذا التمرين إذن نبدأ مباشرة باقتراح عنوان مناسب لكل وثيقة الوثيقة رقم واحد هي مرحلة الاستخراج وتتم عن طريق ذخ الماء والغازة الوثيقة ثنين هي مرحلة التكرير حيث يحدث استخراج أو يتم استخراج مواد من البترول الخامة الوثيقة الثالثة مرحلة البحث عن مكمن البترول ثنين ترتيب الوثائق حسب تسلسلها الزمني إذن نجد الوثيقة رقم ثلاثة وهي مرحلة البحث عن مكمن البترول ثم الوثيقة رقم واحد مرحلة الاستخراج ثم الوثيقة الثانية وهي مرحلة التكرير نأتي الآن لشرح كيف يتشكل الأمواج الززالية الممثلة بالوثيقة رقم ثلاثة إذن يتم ذلك عن طريق وضع متفجرات على عمق معين في الأرض وبعد انفجارها تتشكل أمواج الززالية تلتقطها أجهزة خاصة ثم يتم تحليلها لتحديد السخور الخازنة للبترول إذن البترول سائل ونحن تعرفنا بأن الأمواج الززالية تتغير بتغير نوعية السخور سواء كانت صلبة أو لينة أو سائلة نمر الآن لآخر سؤال معنا المعلومة المستخرجة من الوثيقة رقم ثنين هي أن البترول الخام مورد طبيعي هام لأنه مصدر للطاقة تستخرج منه مواد عديدة تستعمل كمصدر للطاقة فهو ثروة طبيعية هامة والآن نمر دون إطالة للتمرين الرابع الذي اخترته لكم في هذه السلسلة الوثيقة المقابلة توظف رسما تخطيطيا لمقطع جيولوجي يظهر بترولا محبوسا واحد سمي العناصر المرقمة اثنان اذكر ثلاث مميزات للعنصر رقم ثلاثة ثلاثة ماذا تعني العبارة بترول محبوسا إذن أفكار جديدة أيضا في هذا التمرين نمر مباشرة للإجابة على هذه التعليمات إذن نبدأ بتسمية البيانات المرقمة واحد يمثل برج التنقيب اثنان يمثل غاز ثلاثة يمثل بترول محبوس أربعة تمثل طبقة سخرية عازلة الآن نأتي للتعرف على مميزات البترول إذن من اسمال البترول إذن لازج لونه أسود أخف من الماء أي أقل كثافة من الماء قابل للإشتعال إذن فهو مصدر من مصدر عضوي نأتي الآن للسؤال الثالث ماذا يقصد بالبترول المحبوس البترول المحبوس هو البترول المحجوز بين الصخور الكتيمة أو الخازنة التي تشكل مكمن البترول إذن كان هذا التمرين الرابع نمر دون إطالة لآخر تمرين معنا في هذه السلسلة الوثيقة المقابلة تبين كمية غاز سيودو أو ثناء ثاني أكسيد الكاربول المطروح عند استغلال مختلف المصادر الطاقوية المطلوب انطلاقا من معارفك المكتسبة والوثيقة المقابلة اشرح ما يلي طاقة مستحاثة وطاقة متجددة إذن قارم بين المواد الطاقوية ألف وباء من حيث التأثير على البيئة والكلفة إذن نمر دون إطالة للإجابة على تعليمات هذا التمرين إذن نبدأ بالسؤال الأول شوح معنى طاقة مستحاثة وطاقة متجددة بالنسبة للطاقة المستحاثة هي طاقة تشكلت منذ ملايين السنين من بقايا كائلات حية بحرية وهي طاقة غير متجددة كالبترول والغاز ثانيا الطاقة المتجددة هي طاقة تتجدد باستمرار والمستمدة من المواد للطبيعية كالطاقة الشمسية الرياح والمياه نأتي الآن للسؤال الثاني وإجراء مقارنة بين الطاقة المستحاثة والطاقة المتجددة من حيث التكلفة والتأثير على البيئة إذن ينتج عن الطاقة المستحاثة كالبترول والغاز كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكاربون الملوث للبيئة عكس الطاقات المتجددة فهي نقية وصديقة للبيئة أما من حيث التكلفة فاستغلال الطاقة المستحاثة مكلف جدا ويتطلب إمكانات كبيرة من غاية البحث إلى غاية الاستغلال عكس الطاقات المتجددة التي تتوفر في كل العالم واستغلالها غير مكلف متاتاً إذن كانت هذه سلسلة تمرين اخترتها لكم بعناية فائقة حول البترول تغنيكم بإذن الله عن تمرين أخرى لاحتوائها على أفكار عديدة متعلقة بالبترول وصلنا لنهاية الفيديو أرجو من الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات والأفكار التي جمعتها لكم في هذه السلسلة لمزيد من الاستفسارات اتركوا لي تعليقات وسأجيبكم بإذن الله تعالى أخدمتم أبناء طيبين وإلى نقاء آخر